اشتركوا في القناة بعد 2300 سنة رجع من الزمان الاثيني وحكي عن جديد ايجا عالمسرح وعالمسرح الغنائي هالمرة حكي مثل غنى ورأس وقال شعر مع انه الشعر والفلسفة بعاد عن بعضهم شوي الشعر هالعالم الغرائبي حالي من التوتر والقلق الدايب كآبي ما بعادلها فرح الا فرح الكتابة والبوح الدخول للنفس الانسانية والروح الرومانسية الشفافة والشعر موسيقى كمان يقاع وغنائية درامية اما الفلسفة علم المنطق والجدل صعبة تقيلة دخول العالم الفكر الكبير للعقل الباطني للمورئيات العلوم الواسعة العميقة الغامضة معرفة الله والآله هالميثولوجيين سقرات حكي متل ما كتبوا منصور الرحباني متل ما شافوا هالمؤلف المسرح الغلائي الكبير اكيد سقرات ومنصور اتفقوا مع بعضهم شو بدوا يقولوا ما حدا بيعرف يمكن سقرات اللي بيقامن بكتير من الظواهر غير الطبيعية وغير المفسرة نزل عند منصور واقعدوا سوا وحكيوا وطالما انه المعرفة والعلم هنه تذكر متل ما قال سقرات اكيد في كتير من سقرات بقي من منصور وفي اكتر من منصور بقي بسقرات خلال هالشريط السينمائي رح منشوف سقرات منصور الرحباني كيف حكي عن قتينا وكيف صارت قتينا كل مدينة موجودة على هالأرض كيف لمعت نجمة صارت فكرة ببال هالمؤلف اللبناني كيف تعاطى بالسياسة من 2300 سنة وبقتينا بالذات اليوم اتجسدت قتينا اللبنانية على المسرح وبكازينه لبنان سنة 1998 التحضير للعمل المسرحي من الكتاب الاولى لاول ليلة بتنزح فيها السيطارة عن اخر ايام سقرات ويمكن لاخر ليلة بالبداية دراسات وابحاث كتير حتى نشوف اذا فينا نجسد قصة سقرات على المسرح كيف ومن وين لازم ناخد القصة المسرحية والعقدة الدرامية للعمل المسرحي يعني من وين نقطة البداية وهل سقرات بهم الناس الشعب اللبناني وبالتالي العربي اللي هو ركيزتنا الاولى ساعات من العمل ابحاث وقراءات لمنصور قبل التحضير وقبل الكتابة وجب ان نستدعي سقرات ليموت من جديد في ساحة كل مدينة ولان شعب اثين القديمة هو كل شعب في الارض هو انا وانتم فالظلم واحد والفقر واحد والضرائب التي ارهقتهم ترهقنا لهذا كان لنا رفاقي وانا ان نقدم اخر ايام سقرات من على خشبة المسرح وندعوكم الى مشاركتنا في تفعيل الصراع من اجل التغيير الكلمة هي السلاح بلشت عهدك بالدم يا كريتيار بلشت عهدي بالانون اذا سألتك بين الانون والضمير ايه هو بيتقدم يا فلطان يا صديقي انا هلأ حاكم والانون فوق الجميع لانك حاكم بين الانون والضمير بيتقدم الضمير يا كريتيار يا تلميس مبارح وزيداتينا اليوم يلي قدرت توصل للحكم بس ما قدرت توصل للحكم من هالبداية الدموية شايف نهايتك السعي لما انتهى النص الاساسي للمسرحية كانت عدة لقاءات مع مخرج العمل مروان الرحباني للتوافق على النص النهائي اللي لازم يظهر على المسرح بتصور اخر ايام سكرات هو عمل يمكن اكتر عمل درامي متكامل كل شي تسخر لمصلحة النص الموسيقى يلي الفها الاستاذ منصور وشاركه في التلحين غدي الرحباني وسام الرحباني ومروان الرحباني كان في جو معين واهم شي ده ما انا بحبقوله بهاك انواع من العمال في جو معين هنك معين بينوضع على العمل بينجبروا المؤلفين او الموزعين يلي عم يشتغلوا بها العمل يتبعوا خط معين فبسكرات كان فيه توجه انه يكون فيه شي جديد نوع موسيقى جديد نوع توزيع اوركسترالي جديد فيه الضخامة بس تما تغلب على المحتوى حتى صار فيه تدريبات لانه كبطولة اساسية هو سكرات اخر ايام سكرات وسكرات بما انه دور الاساسي بالعمل وهو دور غنائي فصار الى تدريب الاستاذ رفيق علي احمد لمدة ست شهر مع الفناني رنزا ومع الاستاذ غديد دربوه على الغناء لقدر ادى هالدور بلشت عملية متعبة كتير ومشوقة بنفس الوقت وهي التلحين والتأليف الموسيقي لكامل العمل المسرحي وصار انه منصور الرحباني اتفق مع المخرج مروان للتعامل مع غدي وقسامة الرحباني للمساعدة في العمل الموسيقي الى جامبه يلي كانوا ثلاثتهم عايشين بنفس الجو ومرافقين للعمل من لحظة البداية من التفكير والتصور الاول للعمل هكسار وبدي التلحين منصور اعطى ووزع لكل شخص المقاطع يلي لازم يلحنها ويقلفها كان الاتفاق واضح من البداية لازم يكون التأليف متجانس بالروح وبالجو حتى يعطي مناخ المرحل القديم الاثينية والدخول الى عالم التاريخ الموغل في القدر انا رحت للتاريخ واكتبت عن التاريخ باخر ايام سقرات كانت الاجتماعات متلاحقة ومتتالية حتى اخر الليل ومرات لطلوع الصبح اجتماعات ودراسات للديكور والازياء والتنسيق الالوان مع مصمم الاضاءة والعمل السينوغرافي اي تحريك المجميع تبقى لحركة الدكور والملابس والاضاءة كلها الاجتماعات كانت تحصل بوجود منصور الرحباني تهلا انت هديتا بريع عندي برصيين اليتوس ايه بقى صارت حصب عندي فلا انت ترعب على الفلس في مناحنا بالاضافة للفريق التقني كانت النقطة الاهم اختيار الممثلين والمغنيين والفرقة المسرحية يلي راح بجسدوا النص المكتوب على المسرح تمثيلا وغناءا ورقصا ايه بيامن اليتوس باية بيجرف المال بالرفش كلكن اهلكون اغنية شخلات مبعيشوا ولادو اهمت هذي الشخصية انو الاستاذ منصور الرحباني رسمها حسب بعد المراجع التاريخية الكتير اللي طلع عليها انو سقرات ما كان عايش بصومحة يعني ما عايش انو كفيلسوف استنبط فكره وفلسفته من الغيب او من ذهنه او 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 سقرات كان يعيش متل معايشين هون بالساحة كان يعيش في الحوانيط في الاسواق في الشوارع كان مواطن عادي يعني عايش مع المواطنين واستنبط فلسفته من الاسئلة ومن ذاكرة الناس اللي يا سقرات وين حدود الديمقراطية وين بتبدأ وين بتخلص الدولة الديمقراطية متلها متل غيرها كل ما اويد كل ما هددت حرية الاخرين وصارت استبدادية اكتر كل ما اويد كل ما بتقوى على حساب الفرد وحقوق الانسان والتفت عها العالم اكتر حب منصور يبين جهة عاطفية عند اكزانتيبي وقلمة يلي من بساطة يعني وتفكيرها انه هي اللي وصلت جوزة للموت اختيار الفرقة الرأسة كان من الاختيارات الصعبة لان الرأس بيتطلب مهارة بالاداء الراقص والمسرحي شباب وصبايا تقدموا للعمل وتم اختيار الفرقة الرأسة مع مصمم الرأس والكوريوغراف وطبيعي طالما عم نحكي عن عدة انواع رأس وجه بيكون في مصمم اخر لنوع من الدبكات والرأس الشرقي وكان على كل الفريق العامل انه يرؤز حتى الممثلين الكبار كوريغرافية جماعية يعني مش بس الرأس عم تشتغيل هلأ اكيد الرأس عنده حركات اسعب بس المجموعة كلها عم تشتغيل بمواحظة تلاحظة باول مشهد كل الحكة هدى عم ترقش عم تشتغيل باخر ايام سقراط كانت رؤية المخرج تحريك الجميع على المسرح بحركة اذا ما كانت رأسة فينا نقول فيها كتير من التعبد او التضرع يعني حركة مسرحية كوريغرافية حتى تجسد المناخ والجو المطلوب للعمل المسرحي كبير الشيء الجديد والعليم الفارقة باخر ايام سقراط هي الموسيقى يلي تم تسجيلها بكييف في اوكرانيا وهون لازم نتوقف شوي عند هالنقطة التأليف الموسيقي كان كتير ضخم بدوا ايليات مش موجودة عندنا رحنا على كييف حتى سجلنا مع اوركستر سيمفونية مش كلتنا نحن بلبنان نفقوليها ومعناش اوركستر سيمفونية اضطرينا نروح على كييف كييف لانه تحافظ على جودة العزم مثل ما سمعته استقر الراي على كييف وسيفر منصور مع غدي وقسامة سفرت السندباد الى كييف لتسجيل الموسيقى عدة مفارقات حصلت اما النتيجة ففائت كل تصور الاقامة في كييف كانت مشوقة الحرارة 30 تحت السفر والشتي ببلاد الدباب الروسي قاسي وما بيرحم ومنصور الرحباني اللي كان عتلان هم السفر اكتشف بالمدينة عالم من الجمال التراث العريق التاريخ اللي ماشي مع نهر الدنيتر هالمدينة اللي احترقت عدة مرات ورجعت من رمادها تقوم وتقرر العيش مثل شطائر في نيق واكيد الاكل والمطاعم الجيد لاكتشاف حضارة وتاريخها البلد كان في اجتماعات بالقطال مع قائد الفرق الموسيقية فلاديمير سيرينكو اعطاء الملاحظات في التسجيل وحتى الشريعة والاقماء مع غادي قسامة واكيد في الاستوديو مع الفرق الموسيقية أما ببيروت فالتمرين مستمرة على قدم الوساق تمرين الرأس تحفيز الكورس قراءات التمثيل وأكيد التحضير للملابس تصنيع الدكورات تركيب الإضاءة والاتفاق مع شركات أجنبية لاستئجار المعدات المطلوبة للإضاءة للمؤثرات المرئية التسجيل الموسيقي بالطبع بده يتلاحق بتسجيل الكورس والغناء مع المطربين المشاركين بالعمل أكيد بعض المقاطع الموسيقية تسجلت بلبنان باستوديو ياسر رحباني وكان المهندس جادر رحباني هالإنسان الهادي يتابع كل التفاصيل لإنجاح العمل صوتيا الكورس الكبير المؤلف من سبعين عنصر تدربوا على الأستاذي رنزا هو كورس لأب خليل رحمي بالإضافة إلى العناصر من الفرقة الرحبانية يلي هن مشاركين بالعمل بتدريب من غادي الرحبان لما منصور الرحباني بيرسم لي دور وبيكتب لي دور أنا بكون كتير سعيد وفخور بإني ما غير ولا حرف من أحرف دور وإني يكون أمين جدا على النص يلي وضعوا منصور الرحباني من محبتي لمنصور أولا ومن احترامي الكبير تانيا لطريقة كتابة منصور الرحباني كابة آمن بالآلهة ليش أنت بتآمن؟ لمهم الشعب آمن إله للحب إله للحرب إله للطب كل شغلة ولها إله وهالشعب المعتر نازل صلو دفعا دورات هل هي للمرأة اللي ما بتحبل بتندر لإله؟ عم بلعب شخصية اسمها تيودورا وهي يقال إنها تلميذة سكرات وبيقوله كمان كانت عشيقته لسكرات ما في شي بأكد هيك فيما راجع بتقول إنه منع عشيقته كانت مجرد تلميذة ومهنتها كانت غانية تيودورا الحب والمغامرة ما بيفترقوا يمكن الحب هجر أتينا يمكن ألو رجال بأتينا الرجال الوحيد هو أنت يا معلم المرحلة الأساسية والأهم وصلت وهي الدخول على المسرح هالعالم الكبير الغريب المسرح مثل البحر موجه كل لحظة بيتغير بس عملية التغيير هي نفسه نفس الموج بيجي يفقش على الشط لكن لنشاهد مش كل يوم هو ذاته كل يوم ناس جديد وإنت الواقف على المسرح بدك تعطي بنفس الإقاع والتوتر والحماس بنفس العدير العاصف بألبك تمارين كل يوم من المسه للصبح تمثير رقص تغيير ديكور التكييف مع الملابس والأكسسورات غناء تحريك المجميع وأكيد الإنتاج إلو كلمة هون تحضير أبو تحضير المسرحية أصلاً كله أخذ وقت كتير يعني من الكتابة للتحضير للتنفيذ بعدين تحضر وأخذ مش بس أشهر أخذ يمكن سنين كمان وأكيد بعدين المرحلة التنفيذ كانت كتير صعبة لتلاحق التياب تلاحق الدكور كل فتا كانت باهزة كثير متل ما بتشوفوا بعدين بالمشاهد متل ما الناس شايفوا وقدروا وكل الناس قدرت الشي وعرفوا انه مسرحية اخذت نصيبة من الانتاج ومن التحضير سلامت الناس ونزلت عند استاذ منصور اللي عنده عالبيت واجتمعت انا وستاذ منصور وستاذ مروان وستاذ غادي وعملنا كراءة اولية للناس ونحكيلي كتير عن الشخصية كريتياس بطبيعة الحال واكيد مجزية سعيد بالحياة كريتياس هو احد تلمذة سوكرات يلي مثقفين جدا من حزب الأوليغارشي طبقة غنية بقلب أتينا وبتمتع بسقافة معينة منه انساء منه حاكم غير مثقف او حاكم بيجهل متطلبات الحكم وبيجهل البلاد بشو بحاجة فالاشياء انما كريتياس انغر بالحكم اكتر ما انه انغر بالحكم يلي كان عم يتلمذ عليها على يد سوكرات هل في حكم طالح يعرر ياتل بست الحرية مؤمنين بالجميع حرية جهود حرية الحب السهر يتاجروا يحتكروا رفعوا الاسعار ما لنالوا شي رابناهن وتركناهن بس السياسي يتركونا اياها هلأ مليتوس شاعر باخر ايام سوكرات شاعر فاشل منه ناجح ابدا من الديمقراطيين بطير من الحكم ولكن بيرجع مثل ما بفكرك لا عمد عجوي مستقرار هاوزي شغلته نهنه العمر بيخلص والشغل ما بيخلص اثناء فترة الراحة للفرقة بأوقات التمارين كان الفريق المش مقشوع وهو العمل الفني بالمسرح يعني عمال التواليس والتكنيك خلف المسرح كمان عنده انشغل تحضير الاكساسوارات ترتيب الاماكن اثناء العروب شهر كامل من التمارين والتحضيرات على المسرح ملاحظات تغيير في النصوص وفي الاماكن اثناء العرض الفرقة مثل الساعة منظمة ومنبرمجة على الوقت كل شخص عارف مهمته حركة آلية في الكواليس اما على خشبة المسرح فالحركة لازم تكون انسانية وفيها كتير من البراعة في الاداء العالي ليجسده الادواء تغيير الدكار مهندسي الصوت والإضاءة مرتبين على الصيعة لتقديم عمل عالي التقنية وفي كتير من البراعة وما بيخلق الامر من شوية حكي ومزح وشرب قهوي وشاي ولعب ورق الحفلات عم تتولى الايام عم تمرق ووراء الشهر توقع بالزمان والثواني هالعمر الهارب يسقط بالمجهول ومش بالنسيان دولاب العمر يبرم دورته الكبير حتى تعيش اخر ايام سقراط 11 شهر على مسرح كازينو لبنان دوناتو مشاهدين لبنانيين عرب اجانب من الجهات الاربع للكرة الارضية يجوا على المسرح حتى يشوفوا رائعة منصور الرحبان وما ننسى نقطة اساسية وهي الاعلام وكيفية الاعلام عن العمل بموضوع الاعلام العمل بيبدأ التحضير له كمان خلال التمارين يعني الرحابني كمان تعودوا بشغلة انو بيتحملوا النقد بشكل كتير ايجابي انا عاشت معهم فترة وكانوا هن يجيبوا جماهير خلال التمارين دا يسمعوا رأيها وبالتحديد بيحبوا يتعاونوا كمان مع وسائل الاعلام لحتى يسمعوا نقدهم ويبنوا اوقات على هالنقد اذا بدك اعادة نظر حتى بكتاباتهم يعني ايه شغلة كتير مهمة بمسرح الرحباني دا السينيال التاري صارت اثمانة ونس الكل عم يتحضر ورح تفتح الستارة خلاص اللي بدنا نقوله الكلمة الاخيرة لمنصور انا بدي اشكركم رح يصيروا سني واشتغلنا مع بعضنا وكنتوا كتير مثال النشاط والحيوية وسجلتوا نصر كتير حلو كلكم ما بستثني حدا منكم وبحب انه الليلي كمان نسجل شغلة قفزة جديدة وحلوة لانه اللي بيبقى بالبال دايما هو الليلي الاخيرة والله يخليكم وانتقلنا لخارج لبنان لتقديم العمل في المسارح العربية وانتقل فريق العمل الكبير من كازينو لبنان الى مصر القاهرة حتى تتقدم اخر ايام سقرات على مسرح دار الاوبين مصر دولة كبيرة فنيا وشعبيا واقتصاديا وحضاريا وصحفيا تكاد تعتبر من اكتر الدول العالم بعدد الصحفيين والنقاد بس كبداية شوفوا شو صار على المطار عند استقبال منصور الرحبان فاضطرينا نقوم بعمل كبير لتنفيذ هالعمل في دار الاوبين فاعدنا تصميم وتنفيذ كل الدكور الكبير والضخم في القاهرة حتى نقدر نقدم العمل مثل ما هو وقد استغرق العمل حوالي الشهر لتنفيذ الدكور كانت حفلات القاهرة ناجحة جدا وأسنى الجميع على الإفقان والبراعة وكيفية تداخل الفلسفي بالمسرع بهالطريقة الدرامية التي تجري فيها أحداث القصة وقدمنا ست عروض كانت حديث القاهرة بعد القاهرة انتقل سقرات وتلميزه إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أبو ضبي حيث قدمنا ثلاث حفلات في مسرح الأندب آخر أيام سقرات عمل كبير متقن وجميل جدا سكن صفحات التاريخ البيضة مثل ما سكنها قبله فيلسوف أتينا العظيم سقرات يلي افتدى حياته الحقيقة وكان الشهيد الأول للتفتيش على الحقيقة مثل ما قال منصور إذا لم يوقع الإنسان على كلامه بدمه لا يثبت هذا الكلام الدم حبر الحقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كثيرٌ عدد على expertise